على الرغم من العقبات التي وضعتها الحكومة، إلا أن وكالات حقوق الإنسان والجماعات الإنسانية تعمل على جدولة الجرائم التي يرتكبها جميع المقاتلين حتى في الوقت الذي تحدث فيه المسؤولون في أديس أبابا عن جرائم الحرب المنسوبة إلى المتمردين، فقد قاموا بقمع المعلومات عن المخالفات، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وتجنيد الأطفال المقاتلين من قبل القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها، وقالت فيصل عبدي، الوزيرة المكلفة بتوثيق الانتهاكات لصحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضية إنه طلب منها أن تمسح الحقائق المزعجة تحت السجادة أستقال، هذا يطرح مسألة ذنب أبي تزعم حكومته أن المتمردين أشعلوا الحرب الأهلية عندما هاجموا قاعدة عسكرية، لكن أصبح من الواضح الآن أن رئيس الوزراء كان يستعد لشن هجوم على المنطقة الشمالية قبل ذلك بوقت طويل كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، فقد تأمر أبي مع الرئيس الإريتري أسيس أفورقي ضد التيغري حتى عندما تفاوض الزعيمان على إنهاء عقود من العداء بين بلديهما في عام 2018 الصفقة التي نالت جائزة نوبل لأبي يبدو أن رئيس الوزراء كان يعتمد على جائزة السلام لصرف الانتباه عن الاستعدادات التي كان يقوم بها هو وإيزيس للحرب ضد العدو المشترك جبهة تحرير شعب تغري على الرغم من أن التغريين يمثلون أقلية في إثيوبيا متعددة الأعراق، فإن الجبهة الشعبية لتحرير تغري أدارت الحكومة على مدى ثلاثة عقود قبل تولي أبي السلطة يلقي الإريتريون باللوم على الجبهة الشعبية لتحرير تغري في اندلاع الحرب بين البلدين آكي هو من الأورومو، أكبر مجموعة عرقية، والتي حرمها التغريون لفترة طويلة من الحصول على حصة عادلة من السلطة منذ أن أصبح رئيساً للوزراء، قام أوبي بتهميش التغري بشكل منهجي في الحكومة المركزية وفرت الحرب الأهلية غيطاء لجرائم المسؤولين والقوات الحكومية في أحدث مثال، كما تقول هومين رايتس وواتش، تعرض الآلاف من تغري العائدين من المملكة العربية السعودية لانتهاكات تتراوح من الاحتجاز التعسفي إلى الاختفاء القصري لا يكاد أبي هو أول حائز على جائزة نوبل جلب العار على الجائزة ولكن، لأسباب واضحة، يخشر أساء الأمريكيون من فرض عقوبات ضد أولئك الذين تم تكريمهم كصانع سلام